ومن ثاني للنادي الاهلي والنهاردة كانت فيه تصراحات مهمة جدا لعلي معلول نجم التونسي عمل مداخلة في إزاعة ديواني التونسية مع زميل العزيز الأستاذ كريم مكاني ويمكن بالأمس كنت متواجد معهم وبسمع بالتأكيد المداخلة ويمكن علي معلول قال كلام جميل جدا ويمكن عمل رد فعلي إيجابي جدا وصدى كبير في المواقع الرياضية هنا في مصر وفي السوشيال ميديا ويمكن علي معلول قال كده في تصراحات سريعة لإزاعة ديواني التونسية قال الأمور تسير بشكل طبيعي هناك تحسن إلى حد كبير في التعافي من الإصابة لا يوجد وقت محدد من أجل العودة للمشاركة في التدريبات ولكن هناك تحسن في الحالة الصحية ده أولا عشان نطمئن على علي معلول تصراحات كده تنبارح بصوته في الإزاعة التونسية شقر علي معلول الجميع داخل النادي الأهلي قال كلهم كانواقفين بجواري في اللحظات الأخيرة وقت الإصابة في تونس مع مباراة الترجي قال إن النادي قرر إن العلاج يكون عن طريق النادي توفير كافة الإمكانيات من أجل الصفر للخارج ولكن أنا كان عندي ثقة في الجهاز الطبي المتواجد هنا في القاهرة وأجريت العملية الجراحية هنا قال النادي موفر لكل الظروف المواتية من أجل العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الفترة اللي جاية. اتسأل السؤال اللي مصر كلها بتسأله بقالها سنة. هتجدد عقدك ولا الوضع إيه؟ قال بالنسبة لتجديد العقد تركيزي حالياً في كيفية إنهاء برنامج التأهيل والعودة بقوة إلى الملعب. لسه ما حسنتش ملف التجديد الأهم بإذن الله العودة من جديد وجمهور الأهلي أكيد سبب إنه كمل في النادي الأهلي من الحب اللي أنا شايف والإحترام والتأدير بشكرهم بالتأكيد على وقفهم بجواري بعد الإصابة. دي تصرحات مهمة جداً من علي معلوم.